يسعد صباحكم مشاهدينا بما قالته صحف الخليج وصحف الإمارات بعددها الصادر ليومنا هذا الأحد مع بداية أسبوع جديد ونفتتح من صحيفة البيان الإماراتية لنقرأ أبرز ما جاء فيها محمد بن زايد يعزي رئيس الوزراء الهندي في ضحايا طائرة المنكوبة والفيضانات وأيضا نقرأ من صحيفة البيان افتتاح معرض المحتوى المعرفي لتسامح اليوم افتراضيا وأيضا سفيرنا لدى بكين لجلوبال تايمز الصينية يؤكد أن الإمارات والصين تتطلعان لتعزيز التعاون في الفضاء وداود الهاجري يؤكد لجريدة البيان أن هناك سياسة متكاملة لإدارة المياه المعاد تدويرها في دوبي ونقرأ أيضا من الجريدة أكاديمية الإعلام الجديد تطلق برنامج تطوير خبراء ومديري التواصل الاجتماعي حول هذا الخبر أعلنت أكاديمية الإعلام الجديدة وهي أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط إطلاق أول برنامج رقمي لتطوير خبراء ومديري التواصل الاجتماعي بمشاركة موظفين من 60 هيئة ودائرة حكومية محلية واتحادية في الإمارات والتي عهدت إلى الأكاديمية مهام تعزيز مهارات موظفيها وتأهيلهم في مجال الإعلام الرقمي في القطاع العام ويهدف البرنامج إلى تطوير جيل مبدع ومؤثر من الأفراد المؤهلين والقادرين على قيادة مسيرة صناعة المحتوى الرقمي الإعلامي في المنطقة ويشارك في البرنامج التدريبي الرقمي الذي يتألف من دورات تعليمية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي على امتداد ستة أسابيع يشارك به مئة منتسب ينتمون إلى وزارات وهيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية بارزة منها وزارة الخارجية وتعاون دولي وجامعة زايد وهيئة كهرباء ومياه دبي ديوى وشرطة دبي وهيئة دبي للثقافة والفنون وغيرها وللمرة الأولى على صعيد المنطقة يتم إطلاق برنامج تدريبي على مستوى واسع ليوفر للمشاركين فيه تجربة علمية ثرية وفرصة لتنمية شبكة علاقاتهم المهنية وتوحيد جهودهم في إحداث التغيير معا في مسيرة الإعلام الرقمي ومساعدتهم على تأسيس استراتيجيات مؤثرة طويلة الأمد تخدم أهدافهم ومؤسساتهم ودوائرهم وساهم في تصميم هذا البرنامج أبرز العقول العالمية المختصة في مجال شبكات وقنوات التواصل الاجتماعي والتي تضم شريحة واسعة من الأكاديميين والخبراء والمؤثرين على مستوى العالم الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الاتحاد لنقرأ أبرز الأخبار على الصعيد العربي يوم الحساب بيروت تنتفض على السلطة الفاسدة حيث تظاهر ألاف اللبنانيين نقمين على السلطة السياسية التي وصفوها بالفاسدة وسط العاصمة بيروت تحت شعار يوم الحساب مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حول عاصمتهم إلى ركام أسفر عن نحو 160 قتيلاً وآلاف الجرحة فيما قتل شرطي وأصيب أكثر من 238 متظاهراً خلال مواجهات بين قوى الأمن والمحتجين وطلبت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير وجاءت هذه التطورات فيما اقترح رئيس الحكومة اللبنانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة واقتحمت مجموعة من المتظاهرين بينهم عسكريون متقاعدون يوم أمس مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية شرق بيروت في احتجاجات دعوا إليها تحت عنوان يوم الحساب للمشاركة في تشهيع رمزياً لضحايا انفجار بيروت وأيضاً للمطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها معلنين اتخاذه مقراً للثورة قبل أن تقوم وحدات من الجيش بإخراجهم منه وقال المتحدث باسم المتظاهرين العميد المتقاعد سامر ماحقل الصحفيين في بيان انتلاه من مقر وزارة الخارجية الذي اتخذناه مقراً للثورة نطلق النداء إلى الشعب اللبناني المقهور للنزول إلى الصحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين كما اقتحم المتظاهرون مقر وزارات الطاقة والاقتصاد والبيئة ومبنى جمعية المصارف واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني وسط بيروت مشاهدنا ننتقل إلى جريدة الخليج لنقرأ أخبار الإمارات في قسمها الاقتصادي بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد أبو ظبي تواصلوا مبادرات الإعفاء من الديون المتعثرة وأيضاً من جريدة الخليج نقرأ حبيب الملة يؤكد للجريدة أن اقتصاد الإمارات بحاجة إلى منظومة تشريعية حديثة وأيضاً المركزي يقر تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشامل حيث أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشامل الموجهة والتي سبق وأطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنتين من النسب الاحترازية نسبة صعف مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة من خلال التيسير مؤقت لوضع سيولة الهيكلية لدى البنوك وإتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها خطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 وتؤثر هذه التغييرات على نسبة صعف مصادر التمويل المستقرة التي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات وأيضا تؤثر على نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات والهدف من هذه النسب هو التأكد أن الأصول طويلة الأمد تمول بواسطة مصادر تمويل المستقرة كما أن تيسير نسبة صعف مصادر تمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العموية الآن ننتقل إلى جريدة الأنباء الكويتية لنقرأ أخبار حول العالم ونقرأ من الصحيفة حرائق غير مسبوقة تلحقوا ضررا كبيرا بدلت نهر بارانا في الأرجنتين وأيضا عنونة الصحيفة بونيا وهو فيروس جديد شديد لعدوى في الصين يقتل سبعة أشخاص حتى الآن ونقرأ أعراضه من جديد ظهر فيروس قاتل في الصين أودى بحياة سبعة أشخاص في أعقاب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الألاف حتى الآن وتم تشخيصه ما لا يقل عن ستين شخصا بمتلازمة ناجمة عن فيروس بونيا الجديد وهو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق حشرة القرادة ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر ويسبب حمة نازفية فيروسية ويعاني المرضى وجميعهم في شرق الصين من حمة شديدة مع متلازمة قلة الصفيحات وهو مصطلح طبي يصف انخفاض الصفيحات في الدم قد يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا وفقا لخبراء الأمراض المعادية ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 2009 في المناطق الريفية في الصين أعراضها التعب، الحمة، الطفح الجلدي ويعتقد أن أحدث انتشار للوباء بدأ في أبريل مع عشرات الحالات في مقاطعتين جيانكسو وأنهوي المجاورتين